ونرجع لأخبارنا وهنتيدي بكرة اليد تابعنا مع حضراتكم أول مبارح أول مباراة في العودة لدوري المحترفين كانت مع سموحة وستطعنا أن نفوز بشكل جيد جدا بنتيجة مريحة 36-16 وكانت المباراة تتلاعب على صارة الأميرة عبدالله الفصل بمقارة لنادي الأهلي بالجزيرة الفريق هيسافر على طول في اسكندرية عشان يلاعب سبورتينج بثاني لقاءات المرحلة الثانية من دوري المحترفين كرة اليد طبعا تعرفين الدور ده عبارة عن 6 فرق فقط 6 فرق فقط هيطلع منهم 4 الفريق الأول بقيادة طبعا كابتن طريق محروس تضرب آخر تامينة ليم على ملعبنا وبعدها الفرق سافرت اسكندرية عشان تستعد الماتش سبورتينج وهيكون بكرة بإذن الله يوصلوا بالسلامة الماتش هيكون في الجولة الثانية تما قلت لحضراتكم في المرحلة الثانية من دوري المحترفين الماتش المفروض هيكون الساعة 6 الماتش تغير بقى 8.5 ثاني يمكن هو الماتش كان في الجدول وكان معلن عنه الساعة 6 ولكن التباعا أو عشان يعني البث وموعيد المباريات والأمور دي كلها هيبقى الماتش هتبقى الساعة 8 المباراة تبقى الساعة 8.5 8.5 عشان لو جمهور نادي ألم يتبعنا أنها تبقى موراه مهمة ده سبورتينج على ملعبه فرقتنا في المركز الثاني في الدوردة كانت طلعت برسيد 7 نقاط النادي الزمالك في المركز يقول برسيد 8 نقاط كابت انطرق طبعا في التوئيد ده وبيحاول أن يراجع كل مصابين يمكن الأزمة الكبيرة عندنا الأزمة الكبيرة عندنا في كرة يدها المصابين في مجموعة رجعت وطمنا عليها مبارح الدفاعا وهجوما الحمد لله رب العالمين احنا أعلم المعدلات العادية ولكن في مجموعة محتاجة ترجع إن شاء الله ومحتاجة تخش المباراة واحدة واحدة إن شاء الله عندنا وقت دخلنا في الجد سنة سنة إن شاء الله الدور النهائي اللي هيطلع فيه أربع فرق هو ده يبقى يعني الحسم بإذن الله نتمنى إن شاء الله التوفيق الناس بتمثل مجهود بأمانة والفرقة مركزة وزا ما شفنا اللقاءات اللي كانت بعد المباراة والإمبارح كل اللعيبة كان هدفها واحد وكل اللعيبة وجاز الفني قالوا نفس الكلام قالوا هدفنا وأسعاد جمهورنا دي لها فطبعا كل الدعم الفريق كل الدعم الجاز الفني إن شاء الله يعني نفرح كلنا ببطولة الدور إن شاء الله السنة دي ما هذا الفريق والكأس وهو حمل وقب الكأس من السنة اللي فات شكرا